أرجنتين تتأهل 2-1 جول ميسي وأسست وجون كده في الأخير كده أي كلام من كرواتيا ومغرب 2-0 على فرنسا من بابها تصاب رجلها تكسر النهائي بين أرجنتين ومغرب دربك جزاء أرجنتين تفوز المغرب هتخسر من فرنسا 4-1 كرواتيا إن شاء الله لوكا مدريش يطلع ميسي طلعه بره خالص لك لوكا مدريش تكسبها ويبقى ختمها كده حالي كرواتيا تكسب أرجنتين بربك جزاء وفرنسا والمغرب 2-1 فرنسا والنهائي كرواتيا وفرنسا 1-0 فرنسا إن شاء الله أن الأرجنتين تكسب والمغرب أتوقع أن المغرب هتفوز على فرنسا مع أنه دخص مصعب وكرواتيا والأرجنتين ممكن الأرجنتين تفوز بس إن شاء الله لا يعني عشان يكون سهل على المغرب في النهائي وإن شاء الله المغرب النهائي بيفوز إن شاء الله المغرب تكسب أداءهم كان نهائل في كل الموشطة اللي فاتت وإن شاء الله يكون نضع كرواتيا عشان يبقى خصمة أسهل الأرجنتين هتفوز على كرواتيا والمغرب هو صعب إن المغرب تكسب فرنسا خصوصا في الظل الإصابات الكتير بس أتوقع برضو فرنسا هتفوز 1-0 النهائي أتوقع فرنسا برضو هتكسب البطولة ولو إن الأرجنتين عندها هدافع إن دي آخر بطولة الميسي وكده بس صعب الأرجنتين تفوز على فرنسا في الظل وجود الخبارات الكتيرة عند فرنسا وفي الفورمال اللي فان بابي وكده وجيروا برضو متقلق البطولة دي جاء أربعة أهداف وجالي زمن أكتر واحد صنع أهداف فصعب الأرجنتين تفوز على فرنسا والله يومطش فرنسا والمغرب صعب يعني بس مش مستحيل ما مطش بورتغال كان صعب برضو بس ما كانش مستحيل بالنسبة للمغرب بس متقال برضو فرنسا هتفوز يعني 1-0 2-0 كده يعني بس والأرجنتين هتفوز إن شاء الله على كرواتيا بس برضو مطش هيبقى لو النهائي كان فرنسا وارجنتين هيبقى صعبة برضو شوية على الأرجنتين فرنسا يعني فرقة متكاملة ما فياش حد بناس ما فياش حاج